في حضرات اللي فاتت اتعلمنا كتير عن الأنجلر اتعلمنا زي الأنجلر بيعمل ستارت اوب او ازاي بيبتدي الأنجلر وتعلمنا عن الكمبوننت كباسيك بلدنج بلوك للأنجلر وتعلمنا زي نعمل كريات الكمبوننت وازاي ان احنا نستخدمه بس كان كل اللي بنعرضه كان محتوى او كونتنت استاتيك زي اللي كنا بنعرضه في السيرفر كمبوننت HTML كنا بنعرض هاي فروم سيرفر كمبوننت كان محتوى بنكتبه في صفحة الHTML او في التابلت ثابت زي ما هو بيضغيرش علشان نعرض محتوى او كونتنت مش كتبينه في صفحة الHTML كستاتيك او حاجة ثابتة لازم نستخدم الData Binding Data Binding نقدر نترجمها ان هي communication طيب اتصال اتصال ببين ايه و ايه اتصال ببين الType Script هي الBusiness Logic وببين صفحة الHTML لو انت عندك data عملت لها فيتش من السيرفر و عندك data دلوقتي موجودة في الType Script عايز توصلها للتمبلت او الHTML اللي اليوزر شايفه يعني اليوزر بيبقى شايفه قدامه هي صفحة الHTML فالData Binding هي المسؤولة عن عملية الاتصال ببين الType Script وببين التمبلت و برضه العكس لو اليوزر في التمبلت او في صفحة الHTML عمل اكشن معين و انت عايز تاخد الاكشن ده توصله للType Script Code او للBusiness Logic بتاعك برضه الData Binding هي المسؤولة عن عملية الاتصال دي عندنا كزا نوع من التواصل اول حاجة اللي هو هنخرج الData و نعمل output للData من الType Script او الBusiness Logic للHTML و في الطريقة دي عندنا نستخدم حاجتين لاما الString Interpolation و دي استخدمناها في الSection اللي فات قبل كده اللي هو بيقى فيه property معينة بتحطها ببين double curly braces البروبرتي دي اللي هي والتكون data دلوقتي موجودة في صفحة او في الفايل بتاع الType Script او الBusiness Logic بنعرضها في التمبلت HTML و فيه طريقة تانية اسمها property binding و دي ان شاء الله هنتكلم عليها في الساكاشن اللي جايه نوع من التواصل هو التواصل بين التمبلت للType Script يعني اليوزر لو داس على button او عمل click button الـ event ده المفروض ان هو يرأكت او يسمع في الType Script ده عن طريق الـ event binding يبقى لما الـ user بيعمل event معين او action معين في التمبلت طبعا التمبلت دي هي الحاجة اللي ظهرة قدام اليوزر هو اللي هينترأكت معاها ده يسمع في الـ Type Script عن طريق الـ event binding و اقدر اعمل execution لكود معين في الـ business logic اخر نوع من الـ data binding هي الـ two-way binding يعني بشوف الـ user او بسجل او بعمل react للـ event اللي الـ user هيعمله و في نفس الوقت بناءا على الـ event ده اقدر ان انا اطلع اوبط من الـ data لصفحة HTML ده ما يسمى بـ two-way binding طبعا ان شاء الله في المحاضرات الجاية هنتعلم الكلام ده بالتفصيل هنعمل ان شاء الله كل انواع الـ data binding اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة